استضافت مدينة دهب البطولة الدولية للفنون القتالية تحت شعار سيناء عاصمة السلام ويتنفس في البطولة 22 لعباً دولياً وتأتي البطولة إيماناً بأهمية الترويج السياحي للمقاومات السياحية لمدينة السحر والجمال والاستفادة من الفنون والرياضة في الترويج للمقاصد السياحية على مدار يومين استضافت مدينة دهب البطولة الدولية للفنون القتالية تحت شعار سيناء عاصمة السلام 22 لعباً دولياً بالفنون القتالية يتنفسون على الفوز بلقب البطولة والميداليات الذهبية والأحزمة التي تمنح لللاعبين محترف الفنون القتالية توافدوا على مدينة دهب بجنوب سيناء من دول عدة مشاركة إلى جانب مصر منها روسيا وطاجكستان وأزربيجان وهولندا واليمن والسودان وشيلي أنا النهاردة موجود في دهب شرم الشيخ عشان أقول أن بلدنا الجميلة الحمد لله رب العالمين آمنة مستقرة بفضل الله أولاً وآخراً بنقول أن نحن نقدر ننظم بطولات تجذب السياح بنقول أن نحن نقدر نعمل إيفنتات وأحداث تلف العالم كله بشكركم طبعاً على تواجدكم معنا عشان فعليات البطولة العالمية للأم ام اي وطبعاً مع وجود أبطال العالميين فدول حيسوقوا عن طريق السوشيال ميديا لمدينة دهب وده الهدف الأساسي وإن شاء الله إحنا بنتمنى أن الموضوع ده يتكرر تاني وبطولات تانية لأن دهب معروفة برضو بالوين سيرف والكايت سيرف والغطس الحر فنتمنى أنها تاخد الإعجاب العالمي وأن نحن نركز أكتر على السياحة الرياضية البطولة اسمها آي اف اي دي بطولة بتجمع ما بين مباريات في ستايل الكيك بوكسنج وستايل الام ام اي النهار ده عندنا 12 مباراة حيكون فيه سبع مباريات منهم كي وان وفيه مباراة طبعاً رئيسية في الحدث مباراة البطل محمد عبدو وإن شاء الله يبقى فيه مباراة ام اي عدد خمس ماتشاط مباراة ام اي تتكون هذه البطولة من 14 مباراة وتدار المباريات القتالية بواسطة خبراء تحكيم دوليين في الفنون القتالية وشهدت أجواء البطولة حماساً بين اللاعبين الذين أظهروا الروح الرياضية بعد انتهاء المباريات جاي ألعب في البطولة الدولية للعاب القتالية المختلطة الموجودة في دهب وان شاء الله بإذن الله طبعاً فيه منافس قوي جداً وربنا يقدرنا طبعاً إن شاء الله ونقدر نفرح الناس كالعادة الماضي الصعب وخصوان أنا طالع من فترة أحضرية قليلة لأن كان جات لإصابات في الفترة اللي فاتت كبيرة قوي وأنا يعني هم يعني حاولوا يقولولي إن أنا ممكن ملعبش الفترة دي أرتاح شوية لغاية أن الإصابات تبدأ تريكوفر بس بصراحة أنا أصريت وقلت إن لما يبدأ حدث كبير زي ده في مصر لازم احنا نشارك وندعم ووجودنا دعم فبنحاول نعمل ده علشان خاطر البلد وعلشان خاطر نعرف الناس إن احنا دايماً بنرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية المفروض عندنا بكرة حوالي 12 مباراة كلهم ما بين لعيبة من مصر والسودان واليمن وعندنا خمس لعيبة من روسيا تمام وأنا المفروض كان المطش بتاعي مع لعب من البرازيل طبعاً بس يعني مش هنقول إنسحبه وطبعاً اللعب ما قدرش إنه يحجز فمنتظرين بقى نشوف بكرة هلعب مع مين ومش مهم واحنا بنبقى جاهزين للمباراة ومش مهم هنلعب مع مين احنا بنحترم كل الأبطال سواء من داخل مصر أو من خارج مصر تهدف بطولة المحترفين للفنون القتالية إلى تنشيط السياحة الرياضية وتسليط الضوء على مدينة ذهب وإبراز مدى الجاهزية لتنظيم أي حدث باحترافية شديدة نظراً لما تتمتع به المدينة من مقاومات سياحية وطبيعية تجعل منها واحدة من المقاصب السياحية المؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية المختلفة ترجمة نانسي قنقر